وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا أليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى أبداً والمسلحة والمسلحة كل أبداً يصال في الله سبحانه وتعالى خلال، عمل، 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 قائل، حسن، جلد، حسن، بلد، حسن، احمس و مقارن، حسن، حسن، بلد منك إبداعات و سعرات على الطفل على الملقية الذي نحن تملك كل تحق ذلك التي نمت بخلص الناس التي يمكون الذي له أستبقى الله سبحانه وتعالا يمت باستنى هذه المسلحة من الفصلة May Allah's blessings be upon him And all those whom Allah chose to be his companions And his followers May Allah bless us all as well And our offspring those to come up to the last day May Allah subhanahu wa ta'ala keep us steadfast on this particular goodness And may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from every form of evil Honored ulamah and beloved brothers and sisters We meet once again خاط بنا يجب أن الله لدينا يبتز حجي للبكاء و نش transgender سبحانه وتعالى لنا لجولة قراءة الصفقة من فضلك لدينا قرية في رزيلادة هي تحفي النجاية بالمشروع لتضغط هذا النجوuran في كافية بلاتنا أن نحوناfنا نحونا أفضل 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 من أفضل ونحنا أن نحوناها لأسفل جب.. بون سلطة لطمئات لطماعات ربما لا تنسأل不在 الذين نسومون في تلك المشروعات ولكن من أصبحت لك أن أتمنى أن الإسلام أكثر أكثر من أعرفاته أكثر من أخرى رمضة مثل مثل المثالات التي أخذت في الماضي وذلك نذكر أن هذه المثالات التي نعطينا فقط لن نصف نفسنا بعضنا وما في العالم لا يجبون أنهم مقابلون 100% ولكنهم فقط لن نصف شكرا 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 ش� شكرا مازم شكرا 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 شكلا شكرا 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 شرق لا يعرف باسته لا يمكنك أن أتباقها وعندما كما نحن نخلق وضعنا أن الأض sweeping والتأسيين ورحمة لا يعرف ماذا لا يعرف بها ورحمة والرحمة. بعد دورنا جميعاـ نحن نحن لا تسلق بجميع اخوة أو كالات لأنه في عائدنا ويبدأت على المجال ويبدأت على الجزءال ويبدأنا مكتب جدا لذلك مهمة اس وقت رح Laban شخص التصريح حقيقي ليسوئا بس لذلك Ch snap that we need to diagnose and we will not be able to diagnose without knowledge of symptoms and the knowledge of symptoms will not come to us until we do not have a definition of what arrogance is so let us comments without wasting time the Prophet صلى الله عليه وسلم once asked his companions that do شكرا 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 وفضحية مسجدنا تلاصم وذلك يمرنا أيضا ما يرسلنا التارسات في اليوم في اليوم ربما يمكنك القرارات التي تصبح وحسبنا يكون وحسبنا يكون وحسبنا يكون لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي هذا لا تشعلي تشعلي في للقوة هو راست Hidden Isn't It Flying Isn't It. إن companies is God's gift to you and I am aller informs to another narration that once there was a man who walked into the gathering where the Prophet Peace Be Upon Him was present and he was wearing tatty clothing. Tatty meaning it had some patches and so on. Now the messenger Peace Be Upon Him asked him that why are you wearing tatty clothing? What do you have? What has Allah blessed you with in terms of wealth? He said I have lot of livestock كنت تعرف برواسطات والعليمات والبعاء والمفاق لذلك اللحظة الصلاة اللهم صلو اللهم يرئے وراء لقاء ماذا يجعلين أجل ذلك ما تشيئا حول الله تسيئا لا توجد عام يسل مخ4 في ص burgاء تحركات يجال ليظهر أثار نعمة الله عليك الله و الله وكذارك الله تبوني لذلك هذا لا يدل مدى whenever with pride when you wear the best clothing you have the best vehicle mashallah with good mag wheels which will hold the road and you have you know a few extras which make your car shine you want to wash it every day and move around with a good vehicle that singularly does not make you proud which means on its own that does not constitute pride you can have the best clothing you can wear top clothing good watch nice pen very lovely sunglasses everything can be perfect بطر الحق وغمط الناس برانبوا اس دو ایک یا ان کو دو باتھان رغمتا حسنا والدمی خاص ہو تو کس طرح بدو خاص بھی باغمتا ہوا الناس يبدو أننا مرحب أشخاص يسلمون يجب أن أشخاص يرونون يجب أن يحصلونون بالمشاق لأشياء لذلك هذه الاثنانة الآن نحن نفذilian لدينا نحن نشاهد نحن نكتشئي عندما يأتينا عندما يحدث على يوم والدخل الدخل هو ما الله تعبر الدخل في تدخل ما نعلمنا مالسخفة الناساذ المعلم ولكنهم تنسلون لأن الحقيقي يسمى مدد والله قال إذا كانت تنسلون من أجل فلسلون في المدينة لا يوجد فلسلون لكي يجب أن يذهب لقد أسمت أن هناك جوانسبرغ إلى كولمبو ماشاء الله بعدها لن يساعدنا لكي يجب أن يذهب عندما يذهبون لكي يذهبون فلسلوني أني هذا ليس جزء هناك سنوار ونوارف منها لتوارى لدى تلك المكان بعض الناس يسألون مجموعة مجموعة لديك ما بقيت سري لانك هل قالت سري لانك أين هذا؟ بعض الناس يعتقد أنه في سودية ماركة وعض الناس يعتقد أنه مجموعة للحصول على مليزيا أو أمسل السبب هي لا تبقى مجموعة أين تكون لدينا سنذهب ومذكر بسيطة جدا كما قلت وقد أريد هذا انا هذا اريد ورحمة حالة مردوات بحركة منذ وارغة ككل معاوضة بجموعة منذ أن أغلب منذ كما تطرق أن أغلب منذ لكي يتمكنو بجراء مردوات يمكن أن تحصول أن أغلب منذ لكي تتعلمو مدينة في تلك اللحظة التي تردت مجموعة وفي ذلك وعندماًا ما نعرف من هذه المقبلات ولكن وعندماًنا نتف każمي يشارفون كماللعان تخبرنا كما قال المؤمنين ما يقولوا اذا شخص يقول امرو ف行ي بشترين يقول انا ماذا نحن تلقل بشترين شخص يقول امرو فکر انا بانتاو ان تلاحك باعتاق بها يجب اس securities بوجود انا ست دعوك كنت تلقيه انا مستقا انا مستقا단 يساق نحن نورا اتقابة يجب لن اجازت لا نارج عندما نشط جانبنا نشط اننا نشط جانبنا نشط جانبنا نشط لا نشط ان ان نشطان نشط اننا نرغت مجبارا لنشطات بشكل مرحبا لسماء تصبحوا what was the first crime committed and who was it committed by let me answer the second one before the first it was committed by iblees iblees who is the adam or should i عمالي بمواطن الأول الكبير هو الزهر who are rebellious shayatin the father of the shayatin the head of all the devils the head of all the satan's he was Iblis he committed the crime and what was the crime it was Al kibru kibru meaning pride hortiness the feeling that I am better that is part of despising السلسلوة Bergmanfolية تب Colorado when you think cheap of people you will reject them if for example every day we look at someone and spit in his direction may Allah protect us one day one day when he has developed some scientific discovery that he has found and developed an apparatus that is very very grand we might say no not him it must be someone else اجنبت showing why because we are used to despising him every day we are used to thinking very low of him this is why Allah says we are equal listen to the hadith people are equal like the teeth of a comb you cannot comb your hair with one tooth this way one that way one tall one short one big one small what will happen to your hair يمكنك ان تستطيع لها. لذا الناس يكون مائماً بالكاديات. هناك الله سبحانه وتعالى يمتلكنا. يقولون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عندما نعملنا عندما نبالتنا عندما نبالتنا عزيزين لنا عندما إبليس بخصوصنا جمعاً جمعاً من العبورين وقام من العبورين خاصتاً وقد خطوصاً وحفظاً وحفظاً استقباراً فقد خطوصاً وحفظاً ثالثت بصد أنه في القفار قفار حمد أنه يدفنا الله يدفناه لأن الله تستطر yes and you reject the instruction there are two things that happened here with the oblivious both the qualities we mentioned of pride are present in what we spoke about the gliss firstly he refused to listen to the hak to the truth from Allah knowing that Allah is the creator when Allah was the creator and the instruction came it was his duty to surrender to it but he chose not to do that secondly فحبتا جو عددنا وقالتا من هذا؟ من هذا؟ لأني لماذا نبتبه؟ لأني أفضل من أجل شاهدت ما يقول في قرآن سورة العراف يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أليسم أكبر من أنه أنت تصمت من أجل من الأبوال وأنه من المصال لقد أجل من الأبوال أماوه في الدم في الس Sean أجل جدت أجل من الأجل وأنه يمسك بأس وكلاب أو شبع على المسال شبع على السلاح لكن ما تصمت من الأبوال هذا يبدأ لأفضل وخش الجمس بأسفل في الحيطات لذلك هذا بباضل إبليس وخصص أكثر بلنزل سواء أو جيد سواء أو لهذا أكبر أكبر آخر إبليس المصرف家rs يقول أن أخش وجواء åдاء حقات Cheap of Others امضح Cy informações إذن لأنهم المبارش دائريًا سقب كبير مصرح في الحطمة أو أي Double looking أو أي سوーン أو أي سوان sortير ولا Viele bringt منامين دائماً أي أكثر conheو Pocket أو perché possivel عدد testimonian لا أكثر這麼 أما if we think lowly of them we have in us a quality of the devil and Satan لو ما نمو رحل السبب أو نariها تجربة طريق. فشأنك كنت يعلم أنهم يفعلون. لأنك حق هل من صحيح. لكنهم لا يمكن أن تخطين. لا تشاهدون. لا تشاهدون. لا تشاهدون. تخطينهم. هل colabor مستحفين. كيف يبدو انهم أنمون مستحفين؟ مستشعون الذين يحدون. نعم سر. لا تشاهدون نهاية. الإسلام في الأسلام. إذا كان موسلم، ما براثا. إلينا، هذا يدل نطرح. هذه قدرة ہے. ومن خلالنا ذ Belli إذا لم تكن إلى اليوم ذاتي مدد لاحقنا نذارك لن نسمحنا نمش Restaurants أوCHS نحن نبدأ نمشًا لتو إلا نفسنا عن نفسنا وإنما الله إذا أردنا نهارنا يمكننا ábما في الآخرات التقابة والسلام وبعدها فكرتنا نفسنا في صلاتنا لذلك الله سبحانه وتعالى عندما نحن اننا منذ من الألوان اجتماعنا بأنهم لا يمكنهم مدينة ومقاملات لا يمكنهم مدينة لا يمكنهم لنهم بحثيات لا يتمكن ما حقاً. مهم لا يريد أن يريد أن يكون أبداً. مجرد أن الله لهم لا يريد أن يريد أن يريد أن يريد أن يريد أن يرسل. لا. إذا لماذا يكون من المنشفينة؟ إذا أردت أن أخبركم بخير من مجموعة شخص في هذه المدينة؟ ما هي سنوات الموت؟ نحن يمكنك أن نقول. نحن يمكنك أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ذلك نحن الله سبحانه وتعالى مصرقات. نحن لدينا 5 منهم 5 من أكثر هم نحن أولوالعزم من الرسل أولوالعزم هم 5 من أكثر من أكثر من أكثر نحن نحن لدينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم نحن لدينا نحن لدينا تسمع للمشاهدة وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمُ آكدity. Those are the other four. So we have Muhammad صلى الله عليه وسلم and we have Nuh, Ibrahim, Musa and Isa. May peace be upon all of them. So those were the highest of the lot. All the messengers were high but these were higher than the others according to what we have learned in the Quran. But Allah says they were not proud. لديهم لا تفضلوا انظروا محمد مجموعة يمكنك انه يكون انه كان مجرد بسرعا لذلك يمكنك انه سبب مجرد فالتالي مجرد وفاته ثم انه سببه اجتماعه ثم انه سببه اجتماعه و الله بلسهتنا اماما صلى الله عليه وسلم الله بلسهتنا اماما وهذا هو جمعات من أجل ومن أجلاء ومن أجلاء من أجلاء لا تقلقوا، هذه الشخصة التي يشترونها على المشاركة التي يشترونها منهم ضرور للغاية. عندما يشترونها لحد زوجة الله ، هذا لا يقال لا يقال لأنه يسيرهم عالمهم. بعض الوقت يسيرهم دعا. يسيرهم ، يسيرهم. لا يقال لبطة المستقبل الحياة. لذا ، الله سبحانه وتعالى تقول هنا ان يشترون عيسى أو سورة النساء بمقاربون لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون سورة النساء بمقاربون سورة النساء بمقاربون لم يكن تتباً وعباداً لأنه الله عملاً وعباداً الله عملاً وعباداً فرقاتهم جوابون أنهم لا تفضل وعباداً وعباداً بأنهم اللهم وعباداً الله عملاً الفرقات فرقاتهم لا يمكن أن نقول ولكننا كلنا اللهم لا يستمر وعباداً لأننا الله عملاً our hands and our feet and our necks are in total control of allah subhanahu wa ta'ala if he wants he can paralyze us if he wants he can grant us good life may allah subhanahu wa ta'ala bless us all so if these people who were very high were not arrogant they did not deny the fact that they too were the slaves of allah who are we may allah subhanahu wa ta'ala open our doors ثم الله سبحانه وتعالى تبعا عن بعض نوعات التي ستحدث عن جارة ستحدث 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 في تجربة اذا كانت هذه نوعات ستحدث وما يمكنك تحدث من الوصول اذا كانت تستخدم وعن لأننا نحضر شعب لنا نحن لا نحن في جارة من حاولين ومن حاولين لديهم لأنه يصلح لنا ستحدث عن جميعنا نحن نحن كبير نحن بسطل الحمد لله ستسفائد مجموعة ما اللهم لديهم انظروا ما اللهم سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تلك الناس الذين نحن 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 وهم نحن 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 what that means is when the signs of Allah when the verses of Allah are read to us we must not be too arrogant to surrender to the verse of Allah سبحانه وتعالى sometimes you have verses that are read to you or the laws of Islam are made clear to you and sometimes you find a person saying no I disagree with that استغفر الله how can you disagree with what your creator is telling you you cannot disagree with that ستجب أن تقول أن أرسي يا أسفل ربما أنني هذه المحافظة لا أستطاع لكنني أفعل أن هذا الحقيق هذا غير محافظة لكنه يسرى اس قد يسرى أن تحدث من هذا النظر نحن مثلا هناك الكثير من قرارات لا أعرف أن هناك موجودة وليغامية حتى لا يكون هناك مثلاً تحكم بيضاك الله تعلم اننا نتجاننا من backgrounds if that is the case they are throwing one verse of the Quran away if we throw one verse of the Quran away what will happen to us what is going to be our condition that is pride that is arrogance that is rejection of the truth this is what we are talking about even if you are wearing the simplest of clothing but you have denied a verse of Allah subhanahu wa ta'ala that is pride this is a quality of Iblise أبداً إذا كان شخص يسعى وما يقولون أنه أنا شخص يسعى أنا شخص يسعى لا يمكنني أن نستطيع في هذه الحالة ولكنني أتمنى أنه الله يسعى يسعى مجرد ومجرد يسعى مجرد يسعى أكثر من أحد يسعى يسعى مجرد أننا هناك لذلك دعونا نفهم دعونا أكبر 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 هناك بعض المكان في القرآن يوجد الله موسيقى ويسأى هذا سعيد وكل طول وفعلني أنه هناك مجرد من人 الذين يحاولون أن نستطيع فيما أن نتعلق ولكن هذا أيضا يحوظ لذلك يحوظه يمكن أن يقولون يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وقت يأتي وهذا الحديث يستحيلون الحرا والحرير والماعظف هذا كل حديث كل يدني أن يقولون أنه يحوظه وقت يأتي سوف تعتقد قمنا نشاء ب بعض الأشياء التي تجربون بفرد المحتاجات مثل جوالعبار برئاس مزيد تخطططون سوف يسمونه بطع سوف يسمونه بشكل مكوسط يسمونه بطريق عمل وما يبقى سوف يسمونه برئاس مزيد تخططون ونشاء بطع الطائمة وعلاحة بطعار يعني انهم سوف يسمونه سوف تحت الكبين لتحاجات للجمال لتحاجات وفرق الملطان لتحاجات لتحاجات وهم فتوا فهم من هذا لاحقا مع هذا والمعازف معازف يعني موسيقى انطرمات انهم تنظرون جميعا الآن هذه هي ناراتي من صلى الله عليه وسلم ولكن هناك قرآن التي تحرمون بأن موسيقى حرام إذا كانت شخص يقول انني موسيقى موسيقى ولكنني أعلم أنه حرام لأني دعا لأني أخذها هذا سعيد ولكنه لا تسعيد كما يقولون لا لا يوجد موسيقى هل تحرمون هناك نحن تحرمون الله سبحانه و تعالى لنا نعرف المساعدية وبالتالح حال Father و يجب ان نتطلق هذه القرآن تجد لفضل هذه القرآن كيف يمكن الله سبحانه وتعالى من نتطلق سنا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى نفسنا في هذه الحالة تجيب أن تقول أن ذلك الناس الذين نحن نحن تفعلنا كذلك وأنهم فى ذلك لذا فرصمهم يتمون من قواتهم تلقائنا. الله سبحانه وتعالى لا تشعلنا بهذا. ثم الله قال فى قائد أن هناك جدد معظمون وأستولة oh جميع 팬�izing is what is a habit of theirs they want to control everything everything must happen according to you this quality comes in us in our own circle sometimes sometimes in the house we have a habit everything must happen according to what I want so we say no do this someone says but please ah do this but you know no don't say but why what type of attitude هذا المجتمع يمر فيه كمهون هل هذا الامر فقط؟ لماذا تريد أن نعلم مجتمع هذا المجتمع؟ إذا وقد تلق bölجتنا اتفعل لك لابد من عددات المجتمع هو وعندما لا يريد أن نسمع مجتمع ما الذي يقولونها بعضماً southpard ر Спасибо والراض مجتمع أفضل سبحان الله نظر ما حيث محمد صلى الله عليه وسلم نزيدنا من أجمنا نبال عندما قلت بادرة أحدا شمعات أخبار او او مسنجر صلى الله عليه وسلم اننا نقام بخارجنا here in this place because it is a revelation from the heaven that was instructing you for us to camp here or is it your own opinion so he said no it is my own opinion so the sahabi said if it is your own opinion I have a suggestion نبي صلى الله عليه وسلم said what is your suggestion look at how down to earth he was he was the leader he was the best of creation غرب ازدار جبريل اهلا ب鐘 اهلا ب when we stop at the rocky land and it rains our horses will still begin to move and here there there is water so we will be able to block the water from the enemy what did not beici physiological 쫄行 C and Army to move into that place amazing he changed his whole opinion because of the saying of 1Companion it was easy for Allah to tell him from the beginning to go there but US Wuhanér woa Tala wanted us to learn a lesson that look the one who هو أجل لم يكن من يمكن أن يكون أفيداً كان يأنا yet محمد صلى الله عليه وسلم عندما مدينة قرارز لدها كل المصرات ، ثم أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه و وقد قمت بسرطة مدينة منورة مدينة مدينة ، لذلك كان هذا المصرات محرمتاً من المصرات كانت؟ هذا كانت أحد من قائلات كانت أحداً ، كيف يمكن أن يكون مرحباً؟ لذلك ، فقط أحد أحد الأشياء التي تشعر في شخص عبارة في شخص و وعندما يمكن أن تشعر في شخص عبارة عندما نحن مستعد للمشاهدة لن نتحدث عن الانتقالات و اللہ سبحانه وتعالی نحن 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 نسخة و اللہ سبحانه وتعالی نحن نقول هناك شخص من الناس الذين تروني جو نحن نکل سوالنا نحن 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 نبقا قال الملأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی یہ ایک ایکاری دیپی تقیزدگی اللہ سبحانہ وتعالی نحن ایسا ہے سورة الاعراف اس کے ساتھ ان صالحہ کے ساتھ و اللہ سبحانہ اور صالحہ کے ساتھ اور برای وہ اپنے دوریا تھے اور اگر وہ کھانے دوریا تھے جو ایراغن ہیں اور جو ایراغنی ہیں وہ برای جو سالح کے ساتھ ان کے دوریا تھے تو سوری نحن نچ سے اپنے دوریا ہے کہ کہ suicide هذا هو الحق Plus å life we are denying this message why are you not also denying the message by following us there were some who followed them some who didn't those who believed in the message of Saleh may peace be upon him they were saved they didn't follow those who were instructing them normally people think that money spoils you when you have lots of wealth it makes you bad that is not true in Islam you can have lots of ولكنك سيكون مستقيم بسيطة الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لديك مستقيم لا يسرح لديك مستقيم ليس لديك مستقيم مستقيم فقط لديك مستقيم لك تأشد في من خلال أنت توجب مستقيم اعطا نئے حالة تعريف تحت عمل مستقيم لهذه نئے حالة تعليف تعليف اعطا لديك مستقيم لديك مستقيم بسجوم اتجاباً لأن كنت تعلم أن شباب سائل أو سنوات فرمان مجردين لديك بنا ورمانت 800 أكبر لذا كانت أعطام نفسك على دفعت ان ا te Shadow who is this boss i wish i could give him one blow on his face you know but that you can only keep it in your mind but the day you get money you don't need to keep it in your mind anymore you can show your true colors so if someone was good before they had money they will remain good insyaallah on condition that the goodness was from the heart if the heart is good believe me there is nothing else you need to worry about that أيضا في حديث العبد صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله بالتأكيد في الناس في الناس هناك إذا كانت محسن وحيدا كل جسد وحيدا سيكون ولوحيدا وحيدا سيكون ولوحيدا وحيدا سيكون هذا هو عملينا نتالج الله سبحانه وتعالى لنا نتالج بسرحنا وحيدا حيث الله سبحانه وتعالى مختلف عن مجرد هناك كثير من الأحيان الذين بعض الناس لديهم طرح تحزن جب تحزن حقاتهم أنفسهم ستبقوا والذيهم حوالون يكونون تحقًا إنهم نظروا لقاء بلعب عندما إبو سوفيان حينما عنه تعالى عبدالله سبحانه سبحانه حيث ابو سوفيان لم يكن مسلم وكان هذا المطلوب موجودا لم يلقا انا اتحسنت ان اخبرتني اي من خلال تبعات هذا البيعات التي يمكن أن يكون بسببها هو قدران أو قدران؟ أبو سفيا قالوا عبارة انهم قدرانة سبحان الله سبحان الله جمعاً مجرد كيف نحن بذلك نحن نجد من هذا الزبعات عندما نجمع ملتقائنا من اللات المصدرات وسيء جمع ايش مبارد لذلك 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 لا نسل لذلك 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 لو كنت سمتحائم لو أن أراحة أمساً شيئاً لا مرة is لا مرة أخرى واجتما حسن معين و حسن أن نسل من المسكتب رأيتنا لذا ل cheat way sometimes we don't grow a beard because we never had a beard we fear if I grow a beard President is not going to greet me anymore it can happen sometimes and sometimes we fear like the women folk might fear those who are very influential that if I wear a scarf on my head or if I go to the next level and if I want to cover my face or something then I think I might lose some of my friends Wallahi that is the beginning where shaytan is trying to put you in a trap سين نطلق على سبس لك نحن نزل لو أنت لديم أو أنت لديم الله يزالك الله أكبر الله يزالك لذلك الله نحن تخبر أنت تأخذنا لأنك لعنة اللغة أنت ترسل لاعنة اللغة أنت ترسل لاعنة لاعنة اللغة أنت ترسل هناك وفق فقط الله يزالك سبحان الله وما تم إمكانه یا نحن عنا أو مثل عظم أو إجازة أو عظم أو أعيش بلوك يمكنك أن ترينه هذا فقط كما ترينه إذا كان يريد أنه يمكنك أن يكون على الأسفل سنوات الله سبحانه وتعالى نحوالنا لذلك يمكنك أن يكون مفرقاً منهم اخرى منهم أو إذا كنا نحن نفسنا إذا كنا نحن هذه مفرقاً بها يجب أن يتحدثون وهم يتحدثون يتحدثون ومتحدثون مفرقاً من مفرقاً ومفرقاً لماذا نقول هذا؟ اشترك ما اللہ تعالیٰ عن اللہ تعالیٰ عن اللہ تعالیٰ تعالیٰ قال الملع الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لا تعودن فی ملتنا the haughty the arrogant those who are proud from the people of شعیب from the people whom شعیب was sent to may peace be upon him they said to شعیب oh شعیب we are going to kick you out of our city if you don't turn back to our religion come back and they went to all those who adopted the message of شعیب may peace be upon him تت миcer أخبرهم أنك إما أنك لا تترح لك اتمنى لك فيجراء اخلال كتب because you watch out, you see what I am going to do to you now let us for a moment obviously this is a lesson from the Quran let us bring it to our lives how many times have we heard people say if you don't do this watch out I will fix you these words are the beginning of arrogance if not they are an offshoot of arrogance and pride سأبقأ له سأبقأه سأبق tournament أسسأك أين يفعل account ما سأجعل Why إذا كنت لا تق 느 أimmen buscar عندما نأ whatnot أنا أجل الله أنا أجل أنا لا أريد إبل �ронات بهذه الحالة بلا意 انا نفس الناس في نفسي أو الانتباهات أو الناس فيجمال أو المراطين أو الطريقة فينسة في يشبكة وراء. لماذا يجب أننيMON أخذ العبارة بالنسبة لكنا إذاً تفضل فرحناً، أني سأشعر لكنا. سأعلمك. سأرتكي. إنّي ساته. سأتحكم. ما هو مضاعف؟ هذه هذه هي تغسر. إذا كنت هذه هي تغسر وغسر لك، لذلك ما نجد حول كنت تغسر؟ سيدنا الله تجد دفع سائلتك بسرعة تغسر بالخصفات. دعواء الله تجد دفع منها والدخول من هنا أيضاً أيضاً. شكراً لذلك. لذلك ترابع هذه الخطرات ورحبت كيف يمكنك أن ترى الله سبحانه وتعالى عن التغرير والمسطرات. ثم الله سبحانه وتعالى تقولون أن الناس الذين يريدون الذين يتبعون والبشحون والعبون بأنهم معرفة لتصبح حتى لو أنهم مغلاً. هناك الكثير من قرآن في القرآن التي تظهرونها. هناك الناس الذين يتبعون عندما يتشارك أن يقوم بشيء شيء مرحباً، لا تفعله لك لأنه إذا كانت تفضلهم في اليوم القيامة سيكونوا احضرونهم احضرونهم أو احضرونهم احضرونهم تفضلهم سيكونوا احضرون كل يقول نفسي نفسي كل جميع يسرون سيكون سيكون لذلك الناس لن يتشارك إلى الذين يتشاركوا لكي نقولوا اينا نتشارك لا تستطيع تفضلنا بعضنا بعضنا من خلالنا والله هذا الانساء سيأتي بأننا هناك جن aceite في نفسنا سألوك وكلامك سألوك وكلامك فعلا لساكم لدينا بأنك في المدني لدينا أنت إخطار أننا نسيتنا ومعائلتنا بأن quoi أنت بما يفعلنا هل نحن يكون نحن 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 أمنا نحن 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 نداء نحن نحن مكتبه في المبال superstition أهلم نحن نقاف إلينا لا ضد ناقضي سببنا الله سبحانه وتعالى لا يمكننا التصمير منهم إلا touteUDE اللہ سبحانه و تعالی دل افضل اختلاحات gsm that we need to be careful of a very very arrogant man was known as firoon firoon's arrogance led to the degree that he began to say as we mentioned yesterday that i am god ana rabbukumul a'la i am the god i am the highest that that is how arrogant he was yet he knew that he was just a mere human being الله سبحانه وتعالى makes mention of what he used to do الله سبحانه وتعالى says موسیدين اللہ سبحانه وتعالى فراون فراون تقلیل خارجاً جباً ایراداً مقصدی فراون مقصدی فراون امو آپ's ایراداً مقصدی یا ایراداً 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 وقالی وقت فراون وقت ایک نفس نفس وقت فراون فرما نفس براہ فرمشتی انیسی یہاں کیا موت 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 برمشتر أجلت من ذلك أنه نفسه تفصيله أحد شخص يقول أنه أخير يموت كما نمروض نمروض في عبراهام يمنح الباب يجب أن يكون لديه كان لديه كان يخبرته أنه أخير يموت كما نحن نفسه لذلك عبراهام قال لي أنت لا فقد قال حسنًا حسنًا انظرنا إلى هذه السمسة في سنة أخير فقد قال أخذ منا فارسنا من يفتح أن يخبان من يفتح أن يخبان الذين يجب أن يجب ي التغير في م、 يساعد ازايا باواه ، لقد قالوا منا ساعداد حسنا رأينا أنت نعينا رأينا أننا نعينا لمعصير ما هذا؟ أنت تشعر ان تأريبا ومعائنا جمعا تأريباًadan احد عاما إمعظروا رأي الله أكبر لقد قلت بك أن يبقى أنخاء رغمها ذلك سنعينا؟ فلتعوا نبطب وسأ ذكره نحن نتائج ثم عندما نتائجذ، نحن نتحدث ثم نتحدث أنت هذه الحياة لا تستطيع ثم الى الآخرين فقد قرروا الوحيد قالوا هذه الآخرين انهم قرروا انظروا أنني أعطيت ولكن نمرود نفسه إذا كنت تقول أنك تستطيع حياة ونفسه لماذا تتتتتتت هذا لذلك نحن نتفع الله محي لا يموت الله محي لا يموت الله سبحانه وتعالى نحن نفهم لذلك الله سبحانه وتعالى فرعون فهن اقتل نذروا و أساس وقد قرروا وكادة من المؤمنين و هل تعالى wash Zhas جاور قرار لذا قرار فرعونت لو totally قرار فقرار و الحق فقرار 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 جاور و الحق و حق لماذا hasn定 ما ذاتهرج ن equivalence يجبها حظ فقرع حسنا عOOD بري ما يواقع جدًا cuz of direction but you are supposed to be working so either supposed to be doing this or not supposed to be doing this but if you accept a bribe to break the law it means you are no longer worried about what is just is you are no longer worried about what is right and wrong may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from arrogance and pride these are some of the roots that will then lead to full-blown pride full-blown arrogance وأذن الله سبحانه وتعالى gather that the people who have haughtiness in them, they have also a habit of planning and plotting and scheming, and their life rotates around planning, plotting, against whom? يجعل امتلك بجنوبين ودعمتهم اي ما يساعدون onFS لمما يصل أمتلك أمتلك قمنتهم للأزداء أو بعض الناس بعد وهذا ما يج 있으니까 uluحدث dijo والمرغ دعاحت تحت اتبع انه hundreds تحريد التحب ولكن ما يحدث هي أن هناك شخص في الشخص لدينا خطة بن جدو جدا يفعل ان ihren امرألهم لا يستطيع أن يكون فأنا لم يستطيع أن يكون يعطيمogen فأنا لم يستطيع أن يكون القادةны سمسنا لا يريد أن يكونali لا يريد أن يكون لدينا لا يريد أن يكون لها بذلك جبما أن الإسلام يناولا نحن نحن كما يستطيع نحن عندما يكون شخصا كما تكون مراحبا لابد لرأسنا جواد و کرو يا الله هذا جديد مسلم أو جديد عمواني يحاول إليك هذا جديد حلال لاعضما هو لاستغرق والصّاء يا الله عبره و انا أيضا May الله سبحانه وتعالى نمتنا اللحبون سوالتنا عامة عشقين وعقونة الملاكين فيهم بلاد 辛سان بلادنا نوع آمن عشقين عشقين اعجقونة الملاكين بلادنا نوع آمن بلادنا نوع انظرانا بأن هناك أسفل و لم يتسرون وخفارتنا بقية أسفل لأسفل أسفل من أجل أسفل ترى أن أموبي البلدان وقت يأتي أماكن إلى انهم عندما كانت القيام لذلك تنقلت عامة السمين في عامة كل حالة تنقلت يصبح 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 مجرد مكة كانت فعلتا بأنه محمد يأتي لأنه فعلت لذلك إذا بلق� لديه that this man must be nipped in the bud from now go and kill him literally they planned to kill him when they realized that he is protected and he cannot be killed they went to him and said look if you want the most beautiful of women we will get you married to how many you like and who you like if you want wealth we will give you how much money you want if you want leadership we will make you our king if you want power we will give you authority if you want whatever you want we will give it to you نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينتظروا لهم لن ينتظروا ثم قال يمكنني أن أقول شيئا نعم والله إذا كنت تضعي في صنعي في صنعي هذا كمك قد يضعني ومع صنعي في صنعي سألتك لم أكن لن تترك ما الذي يجب عليك أن تترك لك لك سبحان الله لذلك فإنه لم يتساعد للمساعدة لم يتساعد ولم يتساعد للمساعدة لم يتساعد للمساعدة هذه المساعدات الآن هذه المساعدة للمساعدة ومعطلوا للمساعدة لأنهم سببتتون عنهم وهم وخصوصاً آخر مقبضين ومعطلوا للمساعدة ومعظموا إلى المساعدات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما قد يدخل في مدينة منورة عندما قد يحجر كل شيء ومع ذلك منها أيضاً من المساعدة من المقفارة من مكة والله وليساعدة قد يبقى من المساعدات من المساعدات كمدخل وكثم ابن عفاء رضي الله عنه continuity título جمعته ο سậ mole جزء عثمان غني اعتقد Scott a lot of us would know that name عثمان غني which means he was rich he was wealthy he bought over one well which was for the benefit of the Muslims but some just a little bit before there some time before that he had almost nothing because he made hijrah penniless without anything لذلك الله هو الإسلام. نحن لن يجب أن نعلم وحجورة لا يجب أن نحن لك. نحن لن ترمي ون ترمي في سورة فاطر. الله يسكبارا في الأرض ومكرة السيء الله يسكبارا في الراضي ومكرة السيء الله يسكبارا في الناس. يقولون انهم ترمي في الناس محجورة ومعنا بشورة محجورة. نحن لطيفة. الله يقولون وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فإن أنه الضيب تلقى لا يعمل من أحد أحد أحدهم وحسن الذين يحبون الذين يقفون الأحدهم فإنهم سوف يقوم بحوث لذلك عندما يحدث تلقى أصدقاء 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 هو إذن هذا الأصدقاء أصدقاء الله يسرونهم لا تفعل نفسك أريد أن أجل قد تشير لك أننا جميعا نعلم جوزف يجب أن يكون هناك يوسف عليه السلام двеologie بچانتailing ب Apparentlyirati لنضم ان اطلاقا إن كان بهذا eine Toy eran budgetار into elevation بلو TE もما يقعنا كانت لنا لا تصحوا حلوانك اسية الناس لست لقائز و though they are Whether people are not being picked up by those people he was into the house of the minister if he wasn't going to be sold in the house of the minister he wasn't going to go to prison if he did not go to prison he was стهب negócio لا يشاد مدربة بس فوریا قال هناك سب وهذا بدون على مام فوراً عندما كان לח 정말 أمام فوراً أهتم الذين herausindiواい para و هو سلامهم سmakerوا سلامهم يقعوا وأنا الله بنcesso�를 هي لأنهم لمكان ي obserwأوا جسمه للهو أكبر توattenme أتوقع أساس التحيان سنانتذلك ولكن في تحديث سواء بالتوقع سيكون لدينا شخص الإنسان هذا يفضل لكما أكثر من أسعارات وهذا يفضل لكما يراها جميعاً لكما يحصلون على شخص تفضل لا تقلقوا فهدو لدينا مقارن بسيطة ربما عدد من خلال عدد من خلال عدد منه في مدى الجوزف يوسف عليه السلام سواء 40 سنة بعد بعض النحوات ولكن الله سبحانه وتعالى لا تنجل مباشرة لا تنبات اللہ سبحانه وتعالى نعمة كلنا جميعا استمرارة و اللح يسمح انهم فعلا بحارات شخصات الله يقول اننا عندما أنهم فعلا بحاراتنا هم فعلا بحارات لأنهم هذا شيء مبقية تمتعاد مبقية لإمكانت الناس ومن يتعاثون هذا مبقا بتحمل ما شخص الله سبحانه وتعالى قال في الصورة الجاثية أَفَ لَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ الله سبحانه وتعالى قال- 그 funds that were notion of the who are haughty were our verses not recited to you you decided to reject them and you were too arrogant to accept them so you became criminals look at this so a والس occup смерch image with the arrogance and with pride is criminal or will soon become like a criminal may Allah subhanahu wa tale grant us protection then that last says there comes a time when they lose the balance a person with pride and arrogance one who rejects the truth and wants to despise others and belittle people there will come a time when يوم هذه الوصول تشارك 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 وتشارك التالي هم لا يمكنهم أن يختلف التسارك بين الانسل والانسل والعزاء والعزاء والخبار لأنهم سمع الجميع التاليين ومعرفة كل جميع التاليين نفس ما اللعاți العرب يقول وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انظر کو mez� jeśli س landscapes after when they see the path of Goodness they turn away from it and when they see the path of evil, they will walk towards it and consider it their own path that is because they deny the verses of Allah and they want to be oblivious of the verses of Allah, the signs of Allah تجربة الله تجربة الله هذه كل هذه المساعدات من الله هم من المساعدات من الله لنا نسخة أين تذهبون؟ أنت تجدون من أنت تكون أين تكون كيف تتحقن ومن تتحقن الله سبحانه وتعالى نحن بحق نحن لذلك الله قال أنهم تتحقن كل طريقات إلى النقل بأنهم تتحقن 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 هنا هم تحقن هنا وهم تتحقن هنا تتحقن هنا où يجب أن تتحقن يجب أن تتحقن لا إذا ألأني إذا ماسجد قد تُبقيت أو جيدة أحد يريد أن يريد أن تتحقن في جيدة وعندهم يريد أن تتحقن رابعنا نصفت لكما نصفت ملتار لخطائق يسأل لا أم تشترح لا أم لا أرد لا أرد أرد أم لا أرد لا أرد الله بلقت تأكي أدو يقول بادي hep very常 عدد شراء لا يترجم للناس لا يترجم ل люб these masjid and this mandraza this are the causes of Allah those who are wealthy and they have eyes they have seen the cause or you have explained to them what it is they will come on their own to say I would like to spend here I would like to spend here but sometimes you have a wealthy person he will blow money on casinos where you are not supposed to blow money he will blow and he will blow من الكثير من المشكلة لنا أكثر من المشكلة لنا لكن فضو zwischenep lectures that he'll be able to spend even focus of jobbar why i will呼nin i have rejected him beam for awakening i have rejected him it is not him his money is not fit for me and you see fit for casinos then when all the haram money is finished in gambling casinos prostitution alcohol big parties and so on then maybe when he makes taube worked when one day when he comes back to earth we ن نحن نستطيع إستداراتي شيئا بحكة يستثمر أنه يا عزيزي مجرد استثقاختنا لأن دفعنانا لأننا كل واحد تجربنا نفسي أي سين كمانيات في أساسية أقراضي ، وهي أتعليني أستطعي إستطيع إستطاعي لإستطاعتي ستحقن إستطاعي إستطاعي أيضا اطلاح لو كانت فضل شخص إذا كانت إستطاع بشكل قدر إستطاعي حتى إذا كانت بهذا نفسك ستحت الاستطاع من أSerية عبارة عفلا لا考取 في ناحية وضغ قم ايضا مرسلس Hallo الله سننشبه وتدميرك انا لا لدي لن ي你說 لكنÉ ميضاいう وفر لقم انا انا احضار المسجر صلى الله عليه وسلم قال ل rê دعا اذا ا theore انا وطلق فينا ل�� framedك وننتشخ arrest لا انا بخانت سأدůل انني امتلاح جانبا 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 سألاتنا والتطال في الصحان تو اس shot و اسifer أجمل فعرفت؟ ربي baitت قال الله تعيز هذا شخص على الناس تین الجانب جانبا 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 سألتنا انا قلت لك انا في النيوانات لا يمكن العموان فيها جد جشنما بشكل اثناء جو ظاكراothers ادخابه ادخابه بس ساله ساله سالث قرار ، سالث درس ساله سالث رجل وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا وَمِنْ فَضْلِهِ لَنَا الصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ Allah says there are some people who promised you that when Allah gives them they will spend in the cause of Allah then when they got and they were given they turned away and they forgot their promise and Allah says we have written hypocrisy upon their hearts until the day of Qiyamah so then Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he knew already that this man must have rejected the verse was revealed in Medina these people were sent just outside Medina to collect the wealth so when they came back he was already informed of what had happened he said don't worry leave him one of his relatives who were sitting there went to him and told him you know what there is a verse of the Quran about you imagine one verse of the Quran about you he said no can't be he quickly took some wealth and he went to messenger sallallahu alayhi wa sallam saying look I have brought my zakat he said sorry I have been refused to accept it from you I am not allowed to accept this wealth it is from Allah you will have to wait until revelation comes when it comes I will accept this wealth wallahi that messenger sallallahu alayhi wa sallam informed him that up to the time when Nabi sallallahu alayhi wa sallam left us nothing was revealed so he did not accept money from that man nothing and his money was growing and growing so he decided to call some people who were ready to accept the money Abdullah ibn Ubay ibn Salul he said no I have a plan let us build another masjid just outside masjid Quba we will build big masjid and we will call people and we will lead them away from Muhammad and his companions may peace be upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companions so they built masjid known as masjid dhrar it was funded by the same man funded by look at how the man's wealth because of his arrogance denial of the truth lack of fulfillment of a promise is to deny the truth that arrogance because of that Allah rejected his wealth in the right cause it was used in the wrong cause he couldn't even see he couldn't even understand when Nabi sallallahu alayhi wa sallam left us Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu took over he came running with lot of wealth Abu Bakr radiyallahu anhu said if the prophet did not take I cannot take the same applies Umar ibn Khattab in his time he came and he was Amir for long time for 10 years Umar al-Faruq radiyallahu anhu he said those before me didn't take I cannot take imagine look at how he was rejected this is why I say that when a person is rejected you will never be able to get them to use in the right cause then you will hear that they went with thousands of dollars to the wrong cause and they gave it away they gave it away but they cannot spend on the good cause so we need to ask ourselves where do we spend our money look for the best place to give it look hard and ask yourself is this a good cause then we will give inshallah may Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness another very very bad quality of those who have arrogance they do not consider other people as people sometimes I told you moments ago they don't listen to their opinions not only that they don't even consider them human beings Allah subhanahu wa ta'ala says regarding Fir'aun when Moses and Aaron may peace be upon them Musa and Harun went to Fir'aun his people said should we accept the message of human beings like this when their people are our slaves you see Banu Israeel were slaves these people are slaves how can we accept their message Wallahi even if your domestic worker comes to you to warn you about the verse of Allah you need to cry on the Musalla to say Ya Allah I thank you for sending someone to show me my bad habit to show me my bad quality he might be or she might be a worker of mine but today they have corrected me Ya Allah I thank you for this this is the quality of a good Muslim today we are turning away from these qualities and this is why we taste failure in life people are saying Islam is very bad Islam is not bad the Muslims are not following Islam so the Muslims are presenting the wrong image may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to correct this then Allah says another quality of arrogance is before the person accepts what is correct he asks to do something that is almost impossible to do something almost impossible what do we mean by this when the messengers were sent to their people the haughty from amongst them like Fir'aun and Haman and Qarun and these people who were very big and high they used to ask for impossible things Abu Jahl and them they told the messenger sallallahu alayhi wasalam we want you to bring a miracle what do we want you to do we want the heaven to open and we want you to go up walking we want to see it happening in front of us it's impossible or it is possible Allah says but if we do that what will happen you will ask for another sign like when the moon they asked for the sign and the moon was split when Muhammad peace be upon him pointed at the moon and it split into two pieces they said no we don't that is magic magician so if we do it it's a problem if we don't do it it's a problem that is a sign of arrogance you see you are in a lose-lose situation they want to be in win-win all the time so Allah subhanahu wa ta'ala speaks about that like the verses I read today I commenced with wa qal al-lathina la-yarjoon liqa'ana la-la-unzil alayna al-malayka alayna alayna those who are not looking forward to the meeting with Allah because they are too comfortable here in the dunya Allah says they ask that why don't the angels come down سأشتنا نشاء undergoes لا تريد امسا اما انه لنوش نشاء بنتجو نشاء الله حالاً نشاء الله تاکتنا بسینا الله يقول للماذا تتحول؟ ماذا تتحول لكم؟ أنت تتحول الله إلى ذلك الله قرأ في أولاقة القرآن قد يقول لنا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى بلس اوام طويلة الله يقول لنا تحقن أن ندراتهم إلى اجل إذا كان يحزانهم لم يحددوا أنهم وإذاً بأن كل شيء في الامر على زال That be sure وإنهم هذه حقًا لم يعمل لهم إلا يشترونهم إلا إلا من الله أنهم لم يتقلون إلا ثمانياً لذلك ترجم دخلاتنا لذلك نحن نعطنا 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 نبقا نقوم نعطنا نغادرنا عندما محقاً ما وانا ما جيده لأن هذا هو طريق كيف حاصلنا الله سبحانه وتعالى الله قال رسولة عظم الناس الناس الذين وضعوا في الحال يفتحون ما هي الحالة في المبارثة يفتحون ما يفتحون ما ولكن يفتحون ما الناس اللغات مثل الاندارات يحبن يشهر بنفسك من الاختارات وضعين يحبن الله عن الاندارات هذا فراظ 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 عندما تكون فراظ فراظ انتحدثت اذا لم تكن فراظ اللح نحن افتح لذا فراظ اللح عن خطار ولكن انتحدثت لا نعم اللح يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرون انهم اللهم تعرفون ولكن بعد ذلك يجبون هذا لذلك اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقول انه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللہ يجحدون اللہ کہا شرح بالمجرم يراندان مهمتے ہیں إنهم يقولون 게 رغني شيء ما يحرینا يousedجتا yourself وتفرلينين يلاقظنا آياتا ش foolsmir ما يحراندان مهمتے terre نحن سنحر جار Now look at هذا họ لا يتحدizen انهم سم огр filme på you are saying that what you are saying is the truth but they are denying out of انتظار في ذلك لك الله عملاً عنهم جانباتنا الله سبحانه و تعالى نحوث الله سبحانه و تعالى عندما عندما قبل دعم أنه لما جدًا يتخل الأمر أنهم للسفل وأنهم للتوامت لهم لديهم مستفقين وإن الله سبحانه شخصنا نفسهم لنحن نسل وقت لدينا لأنهم تحضر بها فهو لهم إذا كانت قد يتحضر بها فهو لهم جيدة فهو لهم لدينا مشكلة لا يوجد في المتقبات مثل القرائش مما قالهم محمد صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إذا كانت ما يدعنا في حقيقة حقيقة فإن كمس من السماء لنا لنساعدتنا أو نحن نعطي قوة عددنا ثم نحن ستقلتنا فإن كم يدعون أنهم مقرحون أمامهم بحقهم إذا كانت أخرى كانت أكثر مقابل فإنه يقولون إذا كانت الحقيقة حقيقة فإننا نجد في حققنا فإنهم يسألون بشيء إذا كنت تكتب ر lovers There is no difference if what you are saying is right then let us all become rich then we will accept. لم يっぱ lij poll 2 يقول إ Lee's more intellectual to say that, but a look at how foolish they were. They said if you are saying is the truth let punishment come to us, how can you ask that? May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from arrogance, may he protect us from Haughtiness! So Allah subhanahu wa ta'ala says that this is how they do not want to accept and they don't want to turn to Allah. سبحانه وتعالى the people of Nuh Allah سبحانه وتعالى says Noah may peace be upon him he called his people for 950 years he told his people look come towards Allah stop doing this stop doing that they didn't want to listen oh Nuh who do you think you are 950 years later Nuh alayhi salam complained to Allah and Nuh alayhi salatu was salam told Allah subhanahu wa ta'ala every time I call them towards goodness and to ask them to turn to you oh Allah and to repent to you they put their fingers in their ears they don't want to listen to the truth and they are proud and their pride is increasing they are giving birth to children who are worse than them they are giving birth to children who are worse than them ya Allah look at the complaint what did Allah do Allah says oh Nuh don't worry we will now destroy them completely all of them we have answered your request then Allah subhanahu wa ta'ala destroyed the people of Nuh in a manner that no one before them or after them was destroyed in such a wholesale manner when I say wholesale I mean all of them one time the whole world was destroyed with flood nowadays we hear of floods here and there may Allah safeguard us from flooding and may Allah subhanahu wa ta'ala grant ease to those who are suffering due to the flooding there are people on the globe who are suffering up to today because of the tsunami that occurred five six years back they are suffering up to today may Allah subhanahu wa ta'ala bear witness that we have remembered them tonight Allah make things easy for them I mean so Allah subhanahu wa ta'ala then warns us about them Muhammad peace be upon him says that I will make dua I will make dua for forgiveness for these people certain people who are bad certain people who are bad and Allah subhanahu wa ta'ala says what is the point of seeking forgiveness for the one who doesn't want forgiveness himself you know when a child does something wrong in school a child has done something wrong in school and the father goes to apologize to say I am very sorry for what my son did that apology means nothing if the son himself did not apologize the son says no I don't want to apologize I didn't do anything wrong I am not worried I didn't do anything wrong I called the teacher a fool because the teacher is a fool why must I say I am sorry so if the father goes a hundred times to say I am sorry for what my son did will it hold any value no because the child needs to say I called the teacher a fool but I am a bigger fool because it is my teacher Allahu Akbar so a teacher who is a fool whom I believe is a fool can only teach me how to be a bigger fool you see so the child needs to admit that I was wrong to say this then if the father comes and says look I apologize on behalf of my child the headmaster will say no problem don't worry problem sorted so the same applies to the hypocrites and those who are arrogant Allah says استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم ذالك بأنهم كفروا بالله Allah subhanahu wa ta'ala says O Muhammad peace be upon him whether you seek forgiveness for them or do not seek forgiveness for them it is not going to help them Allah will not forgive them even if you seek forgiveness for them 70 times it's not going to assist them because they themselves must seek forgiveness when a hypocrite does not admit that he is wrong how is the whole world's dua for him going to help him this is why the kuffar we make dua for their guidance but if there are evil people for example sometimes you will have definitely Allah subhanahu wa ta'ala punishing them and Allah says your dua for that one who has rejected us cannot help because he has rejected us himself totally if he shows the signs of remorse we will definitely then be able to forgive him so this is something we need to be careful of when arrogance creeps into the heart we then tend not to seek forgiveness and I want to raise a very very important point an arrogant person does not say I am sorry no they don't arrogant person is too proud to say I am sorry so we need to ask ourselves do we apologize to our wives to our husbands to our parents to our children to our family members to those we work for to those who work for us to those at the schools or to others do we ever say I am very sorry I really I am sorry what I did is wrong we will not be able to say I am sorry unless we think about our own condition in our hearts and if we think of our condition and we find fault we will say I am sorry and a higher level is to apologize sometimes when you are not even wrong just to diffuse the situation sometimes not all the time sometimes when you know it is a petty matter and when you know it is a very big it is going to have very big positive results if I say I am sorry go out and apologize say I am sorry I was wrong I will not repeat it again and so on even though you might know you are right subhanallah think about what I have said tonight sometimes to solve a family problem which has been going on for 10 years 20 years it requires one man who has a coconut when I say coconut I mean very hard to crack to come out and say look I am sorry really I am sorry why do we need to have coconut which is not cracked if a coconut is not cracked you will not enjoy the juice if a coconut is not cracked you will not enjoy the coconut inside the beauty of it so first crack that nut may Allah subhanahu wa ta'ala grant us good nuts good coconuts good juice inshallah and all forms of benefit yes I might have said it lightly but the lesson is very great why don't we come up come forward and apologize and a lot of the times we are wrong and we don't want to apologize it happens to women folk it happens to men folk shaitan comes to us and say no I am not going to say I am sorry for what I am not going to say that why who you think I am going to say sorry to that man or to this woman no no not me wallahi that is like Iblis that is what Iblis told Allah me prostrate to him no not me exactly the same words may Allah subhanahu wa ta'ala protect us then Allah subhanahu wa ta'ala says another quality they think they can get away with this arrogance Allah says they will never be able to get away listen to what Allah says these are the names of people who are big criminals very arrogant they rejected the truth and despised everybody around them when Moses came to them with clear signs they were arrogant they spread corruption on the earth they were arrogant and they despised the people on the earth and Allah says they were not going to escape from us every one of them we punished them due to that sin of theirs what type of punishment Allah says فَمِنْهُمَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا some of them we sent to them wind very strong wind وَمِنْهُمَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ some of them we sent to them the tremors which resulted in loud screaming and yelling وَمِنْهُمَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ some of them we caused the earth to eat them up وَمِنْهُمَّنْ أَغْرَقُنَا and some of them we drowned them totally وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ Allah says Allah did not oppress them وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ they oppressed themselves with all these bad habits starting with the quality of arrogance and pride may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all forms of protection and Allah subhanahu wa ta'ala speaks about how he will call the people on the day of qiyama how they will debate with one another as I said at the beginning of this talk where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about those who are arrogant with the others Allah says subhanahu wa ta'ala they will all come in front of Allah subhanahu wa ta'ala the weak ones will tell those whom they followed the weak ones will tell those who are proud and arrogant we were following you we were following you in the dunya today are you going to take a little bit of the punishment away from us because we were your followers and the Quran says قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا those haughty will say that we are all together today in the punishment and you know there are some powerful verses that Allah speaks about in surah al-araf where Allah subhanahu wa ta'ala says the people of Jannah and the people of Jahannam will have a discussion with one another so the people of Jannah will ask the people of Jahannam listen to the verse I think I must read it it is extremely powerful Allah subhanahu wa ta'ala says in surah al-araf and these verses we need to listen to them because Allah subhanahu wa ta'ala is describing what is going to come and Allah subhanahu wa ta'ala says the people of Jannah will ask the people of Jahannam we have found وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا we found what Allah promised us to be true have you found what Allah promised you to be true as well they will say نَعَمْ yes فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Allah says a caller will call out that curse be upon those who are oppressors those who are disbelievers those who have turned away from the signs of Allah then the people of Jahannam will call out to the people of Jannah وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ the people in the fire will call out to the people of paradise ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم اللہ can you please pour on us some water or a little bit of what Allah has provided you in terms of positive liquid any form of liquid that will help us today and these people of Jannah will say اللہ حرمهما علی الكافرین Allah has indeed prohibited any form of liquid or water for us to pour upon you on this day those who disbelieved and those who denied the messengers and the messages that came from those messengers we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us protection and this is why it is important and I will end with this for us to all make dua to Allah to protect us not only from being from the arrogant but from being in the company of the arrogant and from being affected by those who are arrogant and proud and if we are making dua to ask for something we should be conscious of it in our hearts listen to this dua Allah subhanahu wa ta'ala says Moses may peace be upon him he saw Fir'aun he saw Pharaoh and he saw what arrogance Pharaoh was in and he said Allah says in the Quran وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ Moses he said O my Rabb I seek your protection I seek your protection from all those who are arrogant and haughty those who do not believe in the day of accounting this also shows us another quality of arrogance and pride or the offshoot of arrogance and pride people become such that they don't believe that there is a day of accounting they don't believe that there is a day of qiyama they might say it but they don't believe it their actions are proving otherwise so it's important for us to make dua Ya Allah protect us from arrogance Ya Allah protect us from those who are arrogant help us grant us the ability the ability to understand where it is coming from may Allah subhanahu wa ta'ala open our doors Allahumma salli ala muhammadin al-nabiyhi al-ummi wa ala alihi wa sallim tasleema Ya Allah we ask your goodness Ya Allah you are our owner creator nourisher cherisher sustainer provider protector Ya Allah you are in control of our lives Ya Allah you are in control of the life of every creature of yours Ya Allah you are in absolute control Ya Allah you are the magnificent Ya Allah you are the owner the most forgiving most merciful Ya Allah you are the owner of the day of judgment Ya Allah you are the owner of absolutely everything in existence Ya Allah Ya Allah you own us Ya Allah we worship you Ya Allah we put our heads down on the ground for none other than you Ya Allah we adore you Ya Allah forgive us Ya Allah forgive us and protect us from arrogance Ya Allah help us to distinguish between arrogance Ya Allah and your obedience Ya Allah and keep us in your obedience Ya Allah and protect us from that which is full of pride Ya Allah help us so we do not belittle other people Ya Allah Ya Allah help us so we do not despise other people Ya Allah Ya Allah help us so that we do not reject your signs your verses Ya Allah we do not reject the truth Ya Allah tonight ya Allah we've heard so many qualities and so many signs that are evil ya Allah help us to be protected from that ya Allah ya Allah help us to be from amongst the good ya Allah resurrect us with the prophets and don't resurrect us with Fir'aun and Qarun and Haman and Ubayy ibn Khalaf ya Allah ya Allah protect us and our offspring ya Allah our children keep them on deen ya Allah help us ya Allah to dress appropriately ya Allah help us to become beloved to you ya Allah love us ya Allah for indeed we love you ya Allah we are trying our best to please you ya Allah life is a challenge ya Allah as you know life is a test ya Allah as you have decreed ya Allah ya Allah make these tests easy for us ya Allah ya Allah sometimes life is so difficult ya Allah but we know with your help with your assistance we will pull through ya Allah help us through life ya Allah help us so that we can become good people ya Allah help us so that we do not look down upon anyone ya Allah help us to respect others when we speak to them ya Allah help us to respect others when we communicate with them when we mix with them ya Allah help us to be an asset in our families in our homes ya Allah ya Allah help us in every single way ya Allah ya Allah protect us make us good people ya Allah help us to speak in a nice in good language to our wives to our children ya Allah ya Allah we do not deny any of your verses any of your signs ya Allah make us not from amongst those who are arrogant ya Allah ya Allah we do not despise anyone we will not despise anyone from this day on ya Allah ya Allah protect us ya Allah make us good people ya Allah ya Allah the day we die we will all be enshrouded in one type of enshrouding ya Allah ya Allah have mercy on us on that day ya Allah ya Allah grant us paradise ya Allah resurrect us with the good people not with the bad ya Allah ya Allah make us from those who can spend in the correct cause not in the bad cause ya Allah ya Allah help us in every single way ya Allah ya Allah we make dua ya Allah we ask you to bless our offspring the women of this ummah the men of this ummah ya Allah those who are suffering across the globe ya Allah those who are sick and ill grant them kihoho ya Allah those who have passed away grant them mercy ya Allah the day you take us away have mercy on us as well ya Allah ya Allah we ask you all the goodness that Muhammad sallallahu alayhi wasalam has asked you and we seek protection from all the evil that he has sought protection from until mustaan you are the one we seek help from alayikal balagu ya Allah all du'as return to you ya Allah you are the only one we can raise our hands to ya Allah and we can ask ya Allah knowing that you will respond ya Allah from amongst us there are the old there are the elderly there are men there are women ya Allah there are those who are going through health conditions ya Allah we have all raised our hands ya Allah we are asking you ya Allah we know you will never return our hands without responding ya Allah grant us goodness ya Allah we all have different difficulties different issues different situations different problems ya Allah you are aware of our condition in full even better than we are aware ya Allah help us through our conditions create ease for us ya Allah create solution to our problems ya Allah create ease to our difficulties ya Allah create goodness in our situations ya Allah grant us spouses who will be the coolness of our eyes ya Allah ya Allah those who are not married grant them spouses who will be the coolness of their eyes ya Allah those who are keep them happy in your obedience ya Allah ya Allah we know that whenever we obey you ya Allah you will still test us but you will grant us contentment ya Allah ya Allah we ask you that contentment ya Allah make us those who are obedient ya Allah help us to learn lessons by watching others by listening to your verses ya Allah by reading the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by going through the lives of all the messengers ya Allah we don't want to be on the wrong side ya Allah ya Allah resurrect us with those who are good ya Allah عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العزة يلق زمان لبرزن لέρة يلق زمان لابmos يا رب العزة يلق�